اشتركوا في القناة لا تعقلون تقدم الكلام على صدر هذه الآية لقول سبحانه وتعالى تأمرون الناس بالبر وأن هذا الاستفهام استفهام انكاري توبيخي على هذه الأقوال من بني إسرائيل ومن شابههم المناقضة لأفعالهم أتأمرون الناس بالبر تأمرونهم بعمل الخير العظيم البر كما تقدم هو الاتشاع في عمل الخير والبر يدخل فيه كل أعمال الخير وهو مأخوذ من مادة البر والبر سمي برا لاتشاعه فكلمة البر تتسع كل أعمال الخير وكل أفعال الخير الواجبة والمستحبة القاصرة والمتعدية كل أعمال الخير من قول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمي بر الوالدين برا بر الوالدين لماذا سمي الإحسان إلى الوالدين بالبر حتى يتسع الأولاد في أعمال الخير للوالدين فلا يقتصر على عمل دون عمل ولا على إحسان دون إحسان يتسع في برهما في الإحسان إليهما وسميت حبة البر برا لكثرة منافعها واتساع منافعها فلهذا سمي البر برا لكثرة منافعه فالبر فكلمة البر تجمع أعمال الخير كما تقدر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تأمرونهم بعمل الخير وتدلونهم على الطاعة منكم من يقول هذا محمد حق آمنوا به ومنهم من يأمر بأعمال الخير من الصلاة وكل ما جاء من أعمال الخير ما يعلمونه وهذا من أعظم الفتنة حين يخالفون بأفعالهم أقوالهم فيكونون بذلك صادين عن الدين مضلين عن الدين حين يدعون بأقوالهم ويخالفون بأفعالهم فيكونون دعاة على أبواب جهنم ولهذا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يقول ابن القيم رحمه الله العلام القيم في كتابه الفوائد ما معناه دعاة السوء ومن أشبههم وقفوا على أبواب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم فأقوالهم تقول لهم هلم إلى الجنة وأفعالهم تقول هلم إلى النار فلو كان ما يدعون إليه حقا لكانوا أول المستجيبين له وأول المبادرين إليه فلهذا يكون فتنة ويكون كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون فيكون هذا من أعظم الفتنة ومن أعظم الشر حين تخالف أقوالهم أفعالهم ولهذا الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم انظر إلى حالهم ليس مجرد أنهم تركوا أعمال البر وأعرضوا عن أعمال البر بل أعمال البر لا تخطر لهم على بال لأنهم نسوها ولهذا قال وتنسون أنفسكم لا يبالون بها ولا يلتفتون إليها وليسوا منها على بال فهذا تعبير فهذا سلوب بلاغي عظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى وتنسون أنفسكم ما قال وتتركون أعمال البر لأن الذي يترك أعمال البر قد يتركها ونفسه كما تقدم لوامه ربما ترجع يلوم نفسها لماذا أنا تركت أعمال البر فهذا قريب إلى الخير وربما يكون دعاؤه إلى الخير بقوله له شيء من القبول لأنه يرى عليه أثر من أثر دعوته بالقول فهو لوام لنفسه وإن كان تاركا لكن من كان ناسيا لأعمال البر لا تخطروا له على بال أرأيت إنسان مثلا يأكل الحرام أو يقع في الحرام مع خوف وجل هو يعمل المعصية لكن يخاف يوجل نفسه فيها افطراب فيها خوف وهو يعمل المعصية هذا يرجى له الخير ويرجى أن تكون معصية هذه تصغر بالنسبة لما قام في قلبه من الخوف والوجل فهو على أمل ورجاء في تركها والتوبة منها لكن من كان يفجر أمامه لا يبالي يعمل المعصية ويقدم عليها كشربة الماء لا يستحضر أن الله يراه أن الله مطلع عليه هذا مصيبة مصيبة عظيمة ولهذا قد تكون الصغيرة كما قال بعضها العلم بالاستهانة بها قد تأول إلى أن تكون كبيرة والكبيرة مع الخوف والوجل قد تكون صغيرة فمن يعصي وهو مستحضر أن الله مطلع عليه أن الله يراه وهو في خجل وفي حياء من ركوبه للمعصية يرجى له الخير لكن من كان كما قال كما في قول سبحانه يفجر أمامه لا يبالي مقدم على المعاصي تقوده معصية إلى معصية أكبر منها هذا بلاء في الشر وفتنة في الشر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أمر آخر فلستم جاهلين أنتم عالمون أنتم تعلمون قبح ما أنتم تفعلونه وليقال وأنتم تتلون الكتاب ما تتلون تقرؤون يتلونه مجرد تلاوة لا يتلون حق تلاوته لأن التلاوة تلاوتان تلاوة بمعنى القراءة بمعنى القراءة ويكون الحرف بعد الحرف والكلمة بعد الكلمة فالكلمات يتلوا بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا هذه تلاوة وتلاوة هي ثمرة تلاوة تلاوة القراءة وهي الاتباع فمن تبعه دايا فلا يضل ولا يشقى هذه التلاوة الحق يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هذه التلاوة التي تنفع أما الذي يتلوه مجرد أماني فهذا حجة عليه وهذا يجخ به كتاب الله إلى النار لأنه جعله خلف ظهره لم يجعله أمامه ويقال وأنتم تتلون الكتاب تعلمون أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حق وأنه بشر به التوراة والإنجيل تعلمون ذلك وأنه نبي مرسل ولهذا الجملة كلها حالية والحال أنكم تعلمون ذلك فلهذا حذر الله سبحانه تعالى من هذه الحال وليس التحذير من كونهم يدعون ويأمرون وهم لا يفعلون إنما الذي ينكر عليهم ويتعجب من حالهم أنهم يدعون بأقوالهم ويعرضون بأفعالهم أما كونهم يدعون ويأمرون بالمعروف بأقوالهم فهذا ليس مستنكرا إنما المستنكر هو الجمع بين الآمر بالبر والإعراض عن البر ومع ذلك فجمهور العلماء يقولون من كان واقعا في معصية فعليه أمران يجب عليه أمران أول الإقلاع عنها وعليه الدعوة وعليه التحذير منها فالإنسان وكل مسلم عليه واجب الدعوة إلى الله وعليه واجب العمل بما يدعو إليه فإذا فرط فيما يدعو إليه في العمل هذا لا يسقط عنه الدعوة إليه والأمر به لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا مما يستنكر وقال شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن وخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استضعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وليه فمن يدعو إلى الله يجب عليها أن يمتثل وأن يكون أول الداعين كان كثير من السلف حين يطلب منه أن يحث الناس على شيء وإن كان ليس واجدا له مثلا في أمر من أمور البر والخير كانوا رحمة الله عليهم إذا طل منهم ذلك فإنه يحقق ذلك في نفسه وإن لم يكن واجبا عليه قيل لبعض السلف إما الحسن البصري وغيره لعل الحسن البصري أنه جاءه أرقاء مملكون ممن أرادوا الحرية قالوا له يا أبا سعيد ألا تحث الناس ألا تحث الناس على العتق عتق الرقاب يعني وما ورد في فضلها قال نعم فاشترى مملوكا فأعتقه فلما اعتقه قام وحث الناس على العتق أراد أن يمتثل ما يدعو إليه وكان عمر الخطاب رضي الله عنه كان رضي الله عنه إذا أراد أن يأمر الناس بشيء أمر به أهله امتثله أولا أي أمر من الأمور حتى ولو كان من الأمور العارضة لو عرض أمر من الأمور وأراد أن يحث الناس عليه فإنه فإنه يعمل به أولا ثم يأمر من حوله من أهله وحاشيته أن يعملوا به ويقول لا أرى أحدا منكم فعلى هذا الشيء مما يريد أن ينهى عنه أو ترك هذا الشيء مما يريد أن يأمر به إلا جعلته نكالا يعني عزرته ويقول إن الناس ينظرون إليكم يعني يقصد أهله ومن حوله بحكم أنهم من قرابته وهو أمر منين إن الناس ينظرون إليكم كنظر الطير إلى اللحم يعني يتعلقون بكم وينظرون إليكم في امتثالكم ما ندعو إليه فكان رضي الله عنه يمتثل ذلك في نفسه وفي أهله مع أنه من الأمور كما تقدم العالم التي ليست واجب أما الواجب هذه واجب على الجميع لكن مما يكون من أعمال البر التي يحث عليها ويؤمر بها فهذه فهذا مما يبين أثر أثر القدوة في عمل الخير وأن الإنسان قد يدعو بفعله قبل أن يدعو بقوله هذا أمر المشاهد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا القدوة الحسنة أثر عظيم أرأيت صاحب البيت وصاحبة البيت الرجل والمرأة حين يريد من أولاده من البنين والبنات أدبا من الآداب أو خلقا من الأخلاق الحسنة وهو لا يفعله هل يمتثلون بل قد يستخفون بل يقولون إن هذا ليس جدا منهم إذ لو كان هذا الأمر الذي أمرونا به من أمر مطلوب لكانوا أول مبادرين إليه لكن خين يعمله الوالد أو الوالدة فإن الأولاد بطبعهم يعملونه بلا أمر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه مباشرة تجد البيت الذي يلتزم أهله بالصلاة المرأة في بيتها في أوقاتها تلتزم بحجابها بصلاتها الرجل يلتزم صاحب البيت يداء الصلاة في أوقاتها يصلي في المسجد فإن أولاده في الغالب تبعوا له الأبناء الذكور في المسجد والبنات في البيت يعلوهن الحياة يعلوهن الأدب والإحترام والبر وهكذا الأولاد الذكور لماذا؟ لأنهم يأمرون ويفعلون ذلك بكونهم قدوة حسنة وإن لم يأمروا بالفعل لكن حالهم تأمر حالهم تدلهم قولا وفعلا لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من جلس معه كيف يتأثر أثرا عظيما مجرد جلوسه معه يسل مباشرة ممن أقبل وجاء يريد الخير وأراد أن ينظر في هذا النبي لهذا جاء كثير من العرب والأعراب والرؤساء والكبار فرأوه فحلموا أنه ليس وجه بوجه كذاب بل قدوة حسنة في الدلالة على الخير وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه بل ربما بالقدوة الحسنة الكافر يسلم بدون كلمة واحدة وهذا وقع كثيرا في تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس وفي غيرها وإلى يومنا هذا وإما يذكر عن أحد السلف طلق بن حبيب العنزي رحمه الله العابد العالم رحمه الله كان له جار يهودي جار يهودي ومعلوم أن أنهم يعيشون بين المسلمين بالذمة ويكون ما يرونه من أعظم أسباب دخول في الإسلام لكن لا يظهرون شيئا من عباداتهم في طرقات المسلمين فيقول طلق من حبيب العنزي رحمه الله وكان الجار هو هذا يهودي وكان في بيته بثق يعني مجرى يجري من موضع الخلا يجري منه شيء من النجاس موضع الخلا من أسفل الجدار وكانت قطرات الماء النجسة هذه تنزل في بيت طلق بن حبيب العنزي وهذا اليهودي لا يعلم بذلك فكان طلق بن حبيب رحمه الله يضع عيناء يتلقى هذا الماء هذه القطرات التي تقطر قطرة قطرة من أول النهار فإذا كان من آخر النهار امتلأ فيأخذه طلق بن حبيب رحمه الله ثم يرمي به في طريق في البرية ثم يأتي به مرة أخرى ويضعه في أول الليل فإذا أصبح فإذا هو قد امتلأ ثم يرمي به ففي اليوم مرتين وأهله يرون ذلك وهم كارهون لكن كان طلق يقول لا تؤذنوه بشيء ولا تقولوا له شيئا من ذلك لا تخبروا بشيء ولا أنه يصل إلينا شيء من هذا لأن له حق لأن له حق الجوار وهو يهودي وأهل يعني رأوا من هذا الأدب والخلق العظيم فمرض طلق بن حبيب رحمه الله واشتد به المرض فلما اشتد به المرض قال لأهله أدعو لي جاري اليهودي أدعوه لي فلما جاء ودخل عليه ورعاه وقد اشتد بمرض فقال طلق بالحبيب العنزي له انظر إلى ذاك الإناء كان يراه في ساحة الدار قال ما هذا قال هذا قدر أويناء يتلقى قطرات تأتي من موضع الخلاء في بيتك وأنا أخذه كل يوم صباحا ومساء وأرمي بيه ثم أضعه قال منذ كم قال منذ عشرين سنة قال وأنت شاكت عن هذا لم تخبرني قال نعم وليس من نية أن أخبرك لكني قد اشتد بي المرض وأخشى أن أموت وأخشى أن أهلي لا يتحملون منك ما تحملته منك قال وأنت صام على ذلك قال نعم لأن لك حقا في الإسلام حق الجوار فعند ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الحال في الدعوة بالقدوة وحسن التأسي أخلاق الإسلام العالية العظيمة وهذه يشهد بها القاصي والداني لكل من امتذل خلق الإسلام وأنت لا تقيس آداب وأخلاق الإسلام بأخلاق أهله قد يفرط بعض أهله قد يسيء بعض أهله قد يراه بعض غير أهل الإسلام فيكون سببا في التنفير من الإسلام والدعوة إليه وقد يكون بعض الجهال ممن لا يحسن تحمل العلم ومعرفة العلم ومعرفة الدعوة إلى الله فأمر الدعوة إلى الله أمر عظيم كيف أن الإسلام يراعي النفوس يراعي الخواطر ولكل حالة منزلة كل منزلة أو حالة من الحالات علاجها والدعوة جاءت النصوص فيها باختلاف درجاتها واختلاف المدعو قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا قد يكون رجلا قد يكون امرأة قد يكون مدعو كافرا قد يكون مسلما لكن تدعوه إلى شيء من خصال البر قد تكون الدعوة بالوصل وقد تكون بالهجر وتختلف من حال إلى حال فأمرها عظيم مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فيها العجب العجاب يعني في هذا قصص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإما يستحضر في هذا قصة عوف بن مالك رضي الله عنه مع خالد بن الوليد وكان لتوه أسلم قاد الوليد وكان رجلا شجاعا رضي الله عنه سيفه لا يخطئ ورأيه غالبا يكون رأيا مسددا الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني فإذا اجتمع لنفس مرة بلغ من العلياء كل مكان رأي وشجاعة ولهذا منذ أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى كيف يعرف معادن الرجال عليه الصلاة لتوه أسلم يؤمره على الصحابة الذين كان إسلامهم قديما النفوس تحتاج إلى مراعاة والنفوس كالزجاج إذا انكسر يصعب شعبه وجبره لا بد من مراعاة النفوس النبي عليه الصلاة والسلام أمره رضي الله عليه الصلاة أمر خالد رضي الله عنه وذهب معه عوه مالك والنفوس قد يعرض لها ما يعرض مهما كانت ليست معصومة فغنم خالد وليد رضي الله عنه وجيشه في قصة طويلة لا أذكر تفاصيلها لكن يحضرني منها أن رجلا من الصحابة كسب سلبا عظيما لرجل من المشركين قاتله وأخذ سلبه وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل السلب لمن للقاتل ما يكون من الغنيمة ما يعني السلب الذي يكون على المقاتل مما معه من المال واختلف مثلا في الدابة بخلاف الغنيمة العامة التي تكسب من عامة الجيش لكن هذا السلب والسلب له شروط أن يبارزه وحده وأن ينفرد به لا يعين وحد عليه فيقتل مثلا هذا المشرك في حال الحرب فينفرد بسلبه فإذا كان له مثلا عليه ذهب عليه فضة معه دراهم مع متاع أو طعام يكون السلب للقاتل فعند ذلك أخذ هذا السلب فكان هذا السلب مقداره ثلاثين ألف درهم أو دينار نشيت لك موجود القصة ثلاثين ألف سلب عظيم خاص في ذلك وتخاص إذا علمنا أن الدرهم الواحد يأتي بشات الدرهم الواحد يشترى به ماذا شات ثلاثين ألف درهم يعني كم ثلاثين ألف شات ثلاثين ألف شات خالد وليد رضي الله عنه لما جم رأى السلب أخذ السلب منه وأعطاه بعضه ما أعطاه السلب قال عوف رضي الله عنه أما علمت أن السلب للقاتل يقول الرسول قضى بالسلب للقاتل لماذا تأخذه منه السلب للقاتل كيف تأخذه منه قال ماذا قال الخالد قال نعم لكني استكثرته استكثرته فوقعت في نفسي عوف فقال والله لو بلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يقول عوف رضي الله عنه فلما رجعوا إلى المدينة قال عوف يا رسول الله إن خالدا أخذ سلب فلان ولم يعطه وكان خالد قريب من الرسول عليه الصلاة وعوف كلاهما قريب فقال عليه الصلاة يا خالد لما أخذت سلبه لما أخذت سلبه فقال يا رسول الله استكثرته قال أعطه سلبه أعطه سلبه وكان السلب معه فقال عوف وقد مر بخالد عوف رضي الله عنه مر به والرسول قريب قال ألم أقول لك إني يبلغها رسول الله سلم يعني أنني قد سمع الرسول هذه الكلمة قال يا خالد لا تعطيه سلبه لا تعطيه سلبه لا تعطيه سلبه يقول عليه الصلاة والسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أمرائي هل أنتم تاركوا لي أمرائي هل أنتم تاركوا لي أمرائي إن مثلي إن مثلكم ومثل أمرائي كمثل رجل أو رد إب له حوضا فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم يعني أن الأمير كدر الولاية والإمارة عليه هو يسعى في الإمارة ويسعى في جمع الغنيمة ويسعى في ترتيب الجيش ويسعى في الحيلة ضد العدو ويجتهد فصفوه لكم وكدره عليكم هذا من أعظم العبرة كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا قد يؤثر على خالد رضي الله عنه قال لا تعطيه سلب مع أن السلب للقاتل فأمر الدعوة إلى الله بالقدوة والدلالة ومع مراعاة حال المدعو حين تدعوه وحين تأمره حتى يكون القصد هو امتثاله ما تأمره به والتناب عن ما تنهى عنه هذا هو المقصود أن يحصل امتثال الأمر والتناب النهي أما إذا كان فوق الطاقة فلا يجب ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالرفق والتيسير كما أمر معاذا وآبا موسى رضي الله عنهما لما أرسلهما إلى اليمن قال يسر وَلَا تُعَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا طمقا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا أهم ما يكون التطاوع وعدم الاختلاف في الدعوة إلى الله وأعظم ما يوقع الخلاف بين أصحاب الدعوة إلى الله هو حضوظ النفس والاختلاف ولو أن الجميع تطاوعوا ولم يختلفوا ولو تنازل بعضهم عن شيء من أموره التي لا ضرر فيها ويشعها الاجتهاد لكان في ذلك الخير العظيم والخير العميم وله قال وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا أبو ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له عثمان رضي الله عنه في ميناء تأول رضي الله عنه وأتم الصلاة أتم الصلاة فقيل له في ذلك يعني أنه تم الصلاة وهو مسافر وكان تأول واختلف العلماء في تأويله رضي الله عنه فلما جاء وصلى مع عبد الله مسعود مع عثمان رضي الله عنه قال حسبنا من المربعة ركعتان يقول يكفينا ركعتان يسننا ثم قال لكن الخلاف شر لكن الخلاف شر فصلى معه أربعا الخلاف شر ولهذا ولهذا يجتمع على كلمة سواء وكلمة خير يكونون في ساعة وخير على وجه لا يخالفون الأصول ولا دلة المحكمة هذا هو الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه تعالى واجب علينا جميعا في الأمر بالبر والدعوة إلى الخير فنسأل سبحانه اجعلوا إياكم من الممتثين لذلك ولهذا قال في أول الآية وفي آخرها استفهامان إنكاريان توبيخيان في أول السور هو في آخرها أتأمرون الناس بلا تنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب ثم قال أفلا تعقلون في الاستفهام في الأول واستفهام في الآخر أفلا تعقلون كيف يقبل منكم هذا هذا لا تقبله العقول هذا إشارة إلى أن العقول لا تقبل هذا حين تأمر الناس بالبر وأنت بفعلك تدعوهم إلى ضد البر كما يقول مقيم رحمه الله أنك تدعو الناس إلى الجنة بقولك وتدعوهم إلى النار بفعلك عياذا بالله من ذلك لكن مع ذلك العلماء يقولون يجب على كل مسلم أن يدعو حتى ولو كان واقع في الحرام الواقع في الحرام يجب عليه يدعوه لو إنسان مثلا يشرب الدخان ويقول يا أخواني حذروا الدخان الدخان لا خير فيه الدخان حرام الدخان كذا وكذا كلام طيب ومعلك هو واقع فيه هذا لا شك إنه فتنة مصيبة لكن معلك هو دلالته عليه مما يلزمه لكن هو واقع في أمر منكر أنه يخالف فعله قوله وهذا يختلف إن كان الذي يدعو لذلك نفسه كما تقدم تنومه وتؤنبه هذا هذا يرجى له الخير يرجى فيقول لهم أنا ضعفت غلبتني نفسي فادعوني أسأل الله أن يهدني سوى السبيل وأسأل الله لعانة هذا يرجى له الخير لكن مع ذلك هو ملوم لكن لو أصر على ذلك ومات على ذلك فهذا في خطر عظيم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه لم أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه في ليلة الإسراء قال رأيت أناسا أريى عليه الصلاة والسلام مما أراه الله شيئا يقع بعد ذلك في يوم القيامة رأيت أناسا تقرض شفاههم بمقارض من نار والعياذ بالله إما ممن مات وهلك وعليث أرواحهم فالله أعلم كيف يتذعظ الله أعلم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطبا أمتك الذين يأمرون الناس بالخير ولا يفعلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث هسامة بن زيد رضي الله عنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرمى في النار فتندلق أكتابه تندلق أكتابه العياذ بالله يعني أمعاؤه فيمر به أناس فيقولون يا فولان ألست ألست تدعونا إلى الخير وتنهانا عن الشر قال نعم كنت أدعوكم إلى الخير ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه فهذا جزاء من كان كذلك إذا مات على ذلك وقال أفلا تعقلون من العقال والعقل فالعقل يدعو إلى التأمل والنظر والتبصر والتفكر في مثل هذه الحال ثم قال سبحانه وتعالى داعيا لأهل الكتاب وغيرهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة استعانة بالصبر الصبر قيل هو الصوم والأكثر على أن الصبر يشمل جميعا وعلى الصبر الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة جميعا وعلى الصبر وهذا أظهر وقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وذكر سبحانه وتعالى صفاته لمن قال والصابرين والصابرات واستعينوا بالصبر والصلاة وقال سبحانه يا أيها لن يصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فالصبر رأس الأخلاق والصبر بمنزلة الرأس من الجسد الصبر سيد الأخلاق الصبر يدعوك إلى كل خير ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم أفضل النأس على الإطلاق وهم أولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم سيدهم وإمام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الصبر فالصبر عاقبته حسنة عاقبته خير جاء رجل النبي عليه الصلاة قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فما زال يكرر قال لا تغضب قال في روية أحمد وهذا روه البخاري ورية أحمد قال فكرت في الأمر فإذا الغضب يجمع الشر كله لأنه نقيض الصبر الغضب نقيض الصبر الذي يصبر يزم نفسه حال الغضب الغضب غول العقل يغتاله الذي يغضب تحمر عينه تنتفخ أوداجه يقدم بقوله وبفعله وبجوارحه الذي يغضب يؤذي بلسانه يقتل قد يقتل والعياذ بالله لكنه في هذه الحال كان فريسة للشيطان فريسة للشيطان العوبة للشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة فإذا فرغ منه رمى به كالمنديل يرمي به ولا يبالغ ويذهب إلى غيره هذا فريس صيد يبحث عن فريسة ثانية إنما أهل العقل وأهل الحلم هم أهل الصبر هو الذي يملك نفسه قال عليه الصلاة والسلام حيث صحيح ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إنسان يعني بعض الناس يعدوا الشديد السرعة ما يعني الصرعة الصرعة على وزن فعله على وزن فعله هو الذي يصرع الرجال وعفعله على وزن ضحكه هو الذي يصرع يقال فلان ضحك فلان ضحك يضحك غيره فلان ضحك يضحك منه فلان هزأ يستهزأ يستهزئ بالرجال فلان هزأ يستهزئ بالرجال ويل لكل همزة لمزة أي الذي يهمز ويلمز الهمزة اللمزة مثل السرعة وضحك يعني الذي يهزأ ويضحك يضحك غيره ويهزأ بغيره فاختلاف الحرف اختلف به المعنى اختلف الحركة اختلفت الحركة فاختلف المعنى وهذا من لطيف لغة العرب النبي قال ليس الشديد بالسرعة لو تنازع اثنان على أمر فأحدهما لم يملك نفسه فجعل يصارع ويضارف هذا ليس شديدا انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا لانه هو السرعة هو الحقيقة هو الذي صرع شيطانه لكن ذاك صرعه شيطانه قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الله وكم نسمع وتسمعون من قضايا ومصائب وبلايا في البيوت والمجتمعات بسبب مخالفة هذا الخلق الكريم وهو عدم الصبر والاقدام على ما يوقع في الشرور قال واستعينوا بالصبر استعينوا الصبر استعانوا به أعظم بلسم الصبر قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بشر الصابرين من هم الذين أصابتهم مصيبة لأن هذا هو الذي يتبين فيه حال الصابر أما قبل ذلك فالناس سوا لكن حين تنزل المصيبة يتبين الحال أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم مهتدون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن خاشعين إنها قال والصلاة الله أكبر كان عليه الصلاة والسلام كما في حدي حذيفة عند أبي داود وغيره إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة عند شدة الأمر إلى صلاة إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا هو ملجه المؤمن إلى محرابه الموضع صلاته موضع لجأه الذكر والدعاء في ليلة السابع عشر من رمضان في ليلة بدر ليلة الفيصلة التي نصر الله فيها الإسلام وأهله وأذل فيها الشرك وأهله والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعد العدة وعبأ الجيوش وصف أصحابه رضي الله عنهم واتخذ الأسباب ولبس اللأمة عليه الصلاة والسلام والدرع استعد بجميع الأسباب الحسية مع قوة التوكل وصدق التوكل قام في العريش عليه الصلاة والسلام يدعو ويدعو ويبتهل حتى سقط رداؤه عن ظهره عليه الصلاة والسلام من شدة دعائه فجاء بكر رضي الله عنه فأخذ الرداء وضعه على كتفيه وقال أبو وكر رضي الله يا رسول الله إن الله منجز لك معدك لما رأوا الرسول عليه الصلاة في هذه الحال وقع في قلوبهم اليقين والثقة العظيمة لما رأى ذلك رسول الله صلى الله وقال خرج وهو يرسه في الدرع ثم يقول له لأصحابه يقول لأصحابه في تلك الليلة هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان قبل المعركة قال عمر رضي الله عنه كان هذا صحيح مسلم فوالله فوالله ما جاوز موضع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما جاوز موضع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين وإنها اختلف العلماء في عالة الضمير هنا لأنها قال واستعينوا بالصبر والصلاة ما قال وإنهما قال وإنها فقيل إنه يعود إلى الصلاة وإنها وقيل إن هذا الضمير كالضمير الشأن وأنه يعني الشأن والحال وإنها وهو الصبر والصلاة لكبيرة الخاشين وهذا يقع كثيرا مثل هذا ويكون مراد جميع ما ذكر جميع ما تقدم وأنه يعود إليهما كلتا الجنتين آتت أكلها ما قال آتتا والمراد الجنتان والله ورسوله حق أن يرضوه والمراد إرضاؤه إرضاؤه سبحانه وإرضاء الرسول عليه إذ رضاء إذ رضاهما جميعا لا يتحقق رضاء أحدهما إلا برضاء آخر فلو لم يحصل رضاء أحدهما لم يحصل رضاء آخر فكأن الصبر والصلاة كالشيء الواحد اجتمع وصار شيئا واحدا فتحصل بذلك الخير وليقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أسأل سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصلاة آمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر